السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم عن أهم البرامج اللي تatamente قراءة المهندس المدني ، وضعه نكمل مهدسي النوعين. يوجد مهدس مدني ومهدس الحربي نحن نركز على المهندس المدني النهاردة انشاء الله هنلاقي ان فيه برامج خاصة برعاة مهندسي و برامج خاصة بالتحليل والتصميم يوجد برامج خاصة بادرة المشروعات يوجد خاصة بالبписة يوجد حалы يوجد حاصرة بالحصر يوجد حاصرة تاوي زي تخطيط طرق زي الراي زي الصرف هنبدأ نشوف اهم البرامج ديتي تمام؟ انت شغل في شركة هتلاقي ممكن تروح شركة جديدة هتلاقي تقولك لا البرامج انت شغل بي احنا مشو ما ترافين به مثلا كنت شغل بروبوت يقولك لا احنا نشغل بيتابس وممتشغلش بالروبوت خالص في ويرم الحاجات ديتي احنا نشغل ببرامج CSI اللي هي الكمبيوتر هو معتمد على البرامج دي هو عارف البرامج دي فصعب ان انت تتغير الفكر بتاعه فانا شخصيا من الناس لما بيروح شركة لو احنا شغالين ببرنامج انا مقتنع به خلاص بشغل به يعني لو انت مثلا مثلا لو انت شغل بحاجة ورحت بحاجة تانية مفيش فارق كبير بينهم خلاص مش هتغير شرك كلها انت ممكن تغير شرك كلها لو حاسيت ان هما شغالين بنظام قديم مثلا وشغالين بورا وقلم وفي نظام احدى سايف لك كتير جدا فهو ساعتها ممكن تدخل في حوارات وتدخل في منقشة ان انت تغير السيستم انما لو هما الاتنين قربين بعض فتعالي على نفسك وتعلم البرامج الاخر وده يفيدك يعني انا ممكن سيب شركة ورح شركة تانية عشان الشركة التانية فيها حاجة افضل او فيها هتعلم منها اكتر طيب خلينا نبدأ كده بالاوتو كاد البرامج الشهير البرامج ده من تاج اوتو ديسك تقريبا هولا بالرامج لحد النامات اوتو ديسك وبقية البرامج اشتراته وكان صنعاته 1882 اوتو كاد كمبيوتر ايدت ديزاين او تصميم بمعاونة الحاسب من البرامج الشهيرة جدا وبيستخدموه مدني وعمارة وميكانيكا وكهربا وشفت الناس بيصمم به هدوم هدوم ويعني يعمل اميس به وبعد كده بديه للمكان معين بيطبع عليه وكده فبرنامج ما بيقولش لا تمام يعني اي حاجة بتقولها له ما بيحترش عليها والناس كتير اشغالين به هو لازم تكون شغال به حتى لو انت شغال بم لان انت بتصدر الشغل عشان تديل شركة تانية كاد يعني ممكن ان تكون انت مثلا عايز سلام البلدية فهم بيقولش لا احنا فهمش بهم احنا عايزين كاد فتديه لهم كاد تمام فهو برنامج لا غنى عنه من برضو البرامج المهمة AutoCAD Structure Detailing ده AutoDisk عاملية وهو بيعمل لوحات تفصيل انشائية لشوب دروينج وممكن تعمل حاجة ده بالكاد العادي بس هو ده بيخسر لك وقت ومجهود ومزبط وكل حاجة بس للاسف هم AutoDisk قفلته ونزلت بداله AutoDisk Advanced Steel وبرضو هو ممنع الوتوكاد وقريب منه يعني تمام؟ طيب من البرامج برضو اللي لاغينا عنها برنامج الريفت في ريفت ارتكشور وستراكشور وريفت استراكشور وريفت ارتكشور وريفت ام اي بي ودلوقتي بقى النسخة بتنزل الجهازة تقول لصوات طابلي الريفت بيطلع فيه ثلاث حاجات وهو AutoDisk شراته على ما تذكر سنة الفين واثنين وبدأت تعتمد عليه هي كتعاملت برنامج الوتوكاد استراكشور وبعد كده لما اشترت البرنامج اعترفت ان الريفت اقوى بكتير يعني اول لما كانش هيه شريك هتبتقول لأ ده اللي تقد استراكشور ده قوي بتاع لما اشترت الريفت قالت لا احنا سنمد على ريفت وقوه وبدأوا يحط فيه حاجات كويسة جدا وخلوا فيه محاكاية وموديل وتحميل بالاحمال ورسم تفاصيل الحديد وقطعات ونود الحسابية وحصر كميات وكل حاجة فهو من خطة الديسك ان هي خلاص هو الريفت ده هو الاساسي وهي شريك قوية فكلامها يمشي يعني ما حدش يعطاري فهو برنامج الصراحة انا بشغل بيه وظريف ولذيز وبيتطور بكل فترة وبيعمل حاجات كويسة جدا زي التسليح زي تحليل الأحمال بتاعت المنشآت الحصر التفاصيل كلها حاجات كوية جدا تمام فايب اه لو احنا بنتكلم على برامج التحليل والتصميم الانشائي هنلاقي فيه برامج كتيرة وفيها اكواد في بعضها بكود البريطاني تقدر طبعا تغير الكود وتحط مثلا الكود الامريكي تقدر في بعضهم ببقى فيها الكود المصري فبنرجى لها اقرب كود فبنبدأ نشوف الحاجات دي مع بعض اشهر حاجة اللي هو الساب ده من قدم برامج اللي هي شركة CSI ده مبني على لغة الفورتران ومن البرامج القواية جدا وناس كتيرة بتشغل بيه في مصر والدول العربية وبيعمل تحليل المنشآت وبيعمل السترين اكشن والنورمل والمومنت والخرصانة بسوقات الاجهادات وتقدر تصمم باكتر من كود وبيعمل الخزانات المية وكباري وسهل ودقيق وناس كتيرة محتمدة عليه كتير جدا في الشغل وتقدر تحلل اي اشكال بسيطة ومعقدة فيها انظمة معينة فيها الخزانات الادراج الحاجات دي كلها تقدر تعمله ببرنامج الساب فيه برضو برنامج الاتابس وده طبعا برضو شركة CSI وهو زي الساب بس هو مختص اكتر بالابراج ونطاعة السحاب بيتعامل مع الناترال لود والزلازل والرياح اكتر من الساب فيه برضو برنامج الميداس جين ده من الشركة ميداس وهو من البرامج المعتمدة والناس كتير شغلين به في دول كتير جدا وعملوا بي برج خليفة والستاذكاس العالم فمن البرامج الموصول فيها في برنامج ساف ده من CSI وده زي الساب بس هو مختص اكثر بالمنشآت السطحية البلطات والسيات ويعني بيستخدم اكواد علمية مشهورة في CSI كولوم ده عشان تصميم وتحليل الاعمدة والكور والوالشير وهو يعني ممتاز جدا من البرامج المحترفة فيه برنامج الاستاذ من البرامج القديمة والمستخدم في دول خليج وبيصمم في بيع احتراق في التصميم في الولايز وخلصانة نطحات سحاب انفاق خدمة كل حاجات ديت موجود فيه برنامج الاستاذ وشغال برضو في المنشآت المعدنية وفيه مرونة سهل الاستخدام وسهل ان انت تتحكم في النتائج وتختار قود التصميم بترأسهل جدا فيه برنامج CSI Bridge مختص فيه برامج الكباري وكان جزء من الساب وبعد كان فصل فيه برنامج تيكلا مختص بالمنشآت المنشآت الستيل ده من البرامج القوية وانا شفت مثلا من المتحف قطر القومي ده ما كانش ينفع تعمل غير تيكلا فيه بعض الحاجات كده بتقول اللي اعملوا بأن برنامج مهمة غير تيكلا وهو ده من برامج البيم واجهة الاستخدام بتاحته سهلة ومميزة وبيعمل حاجات سوليسيطة لبعات قوية جدا فيه برنامج البروكن ده من برامج المشهورة بالتحليل والتصميم والانشاء واخرصانة ومشهات معدنية فيه برنامج الروت ده من البرامج المشهورة يعني الشهر لما اوتو ديسك اشيرته عن الاول ما كانش مشهور اي اوتو ديسك فيها نقطة ان هي بتتحلك البرامج بتاعتها عادي يعني لو انت قلت لها عايز تحمله هي بتنزل البرنامج بالكريك بتاعه وتقول لك في نسخة للطلبة اللي حمالتها السنين دي عملية تسويقية ان هي تشتهر وتموجودة في كل السوق يعني هي عمدها استعداد ان هي تبعت لك نسخة لحد البيت تشغل عليها بس لما تجي تشغل بقى في شركة لا يقول لك بقى حقوق طبع ولازم تشجري وحاجزة كده لو انت تشغل وحدك في البيت بش هيكلمك لو انت شركة صغيرة تحت سلم بش هيكلمك غير لما تكبر يبدأ بيقول لك وتاخد مشروع كبير لا طبعا انا عايز مبلغ محترم تمام فهي فاكرتها مختلفة انما البرامج التانية بيطلع عينين على ما نعرف نجيب حاجة ويعني بتلوع الروح بنعرف نجيب نسخة لمدة شهر يعني بنعد نقول له احنا بنعمل بحث وهديك نتيجة البحث وفعلا بنبعت له نتيجة البحث وكده يعني بنعمل مقارنة وبنبعت للشركات ديت بس بيزلونا عشان ناخد نسخة تقريبية انما لوتو ديسك ما شاء الله بتدولك بالكراك بتاعه وتديك نسخة اصلية ثلاث سنين بدون ناحية خالص لاما عشان هي عايز تشغل نفسها وعايز يتكبر وعايز الناس كلها تعرفها نفس فكرة مايكروسوفت كان خلاص الناس بتعرفش اي اصدار اي نظام تشغيل غير الوندوز بتعرفش اي برنامج اللي عمل الورد والاكسيل غير الاوفيس هو فعلا عارف يقول ان هو الحاجة الوحيدة اللي مجدد في سوق طيب نرجع لبرنامج الروبوت هو من البرامج الكوية جدا بيحاول ان هو يغني عن كل برامج CSI هو فعلا ان يقدر يغني مع ده الحاجات اللي هي الاسباشيال تمام يعني تعامل مع غزايا تعامل مع كوبري الحاجات دي اضطر تلجاء للبرامج الاختصية ووجهت التعاون بتاعه سهلة جدا ومجزة ان هو بياخد من الرفت بتعمل تصدير بتروح بتلاقي البرنامج جاهز ولا شوبك لوبك خلاص وخلصات وتقدر تختار كود التصميم وسهل ونتاج بتاعه دقيقة وجميل جدا يعني ما عندناش اي مشكلة فيه في برنامج Autodesk عاملها اللي هو Autodesk Concrete Building Structure ده متخصص في تصميم المشاهدات الخرصانية وعامل واحد تاني للستيل تمام؟ بس Autodesk Concrete Building Structure ده ما جوه من 2013 جوه برنامج الروبوت في برنامج Perform 3D ده مختص بتحليل انشائي اللي خطي سواس الابعيد لأي منشأ وده من برنامج CSI والوجه بتاعته بختلف شوية بس هو برنامج سهل وبسيط يعني وبيعمل تحليل لخطي سواس الابعيد في برنامج طيب خلان كفاية كده لبرامج بتاعت النمزجة والرسم يخش على برامج جدارة المشروعات هو في برنامجين الصراحة يحترموا في برنامج البرامفيرا برنامج ضريف وتقدر تعمل به جدول زمني المشروع يعني بتقول مثلا من فتر كذا لكذا نشغل بكذا وبعد كده نخش في المراحل وتبدأ ترتب المشروع بحيث تشوف في شهر كذا هنعمل ايه فهو ممتاز جدا في مرأبة تطور المشروع وتشوف انت كنا مخطط مثلا في شهر 5 يكون خلاص من المشروع طيب احنا في شهر عشرة ولسه في قص المشروع يبقى كده متأخرين ولا بش تأخرين تبدأ تشوف هل انت متأخر ولا لا مدة المشروع الموارد المتاحة ايه المشكلة اللي عندي ده برنامج بس يعني محتاج مذاكرة مش سهل يعني ما ينفعش في يومين تلاتة تتعلمه محتاج ان انت تتذكره وتتطبق فيه وبالذات لو انت دارس البي امي بي هتلاقي ان هو البرنامج بتطبق فيه الحاجات اللي انت دارسة في البي امي بي هو برنامج ان شغلت عليه برنامج سهل بس محتاج مذاكرة شوي النسخة الاسهل منه الميكروسوفت بروجيكت ده نسخة بسطة جدا من اوتو ديسك عملاه بينافس بالبراموفيرا بس هو ليه حد معين اوتو ديسك عملاه سنة 1987 اول اضطار وبرده نفس بيعمل براموفيرا بيعمل مخاطر جانت بيعمل مخاطر شبكي بتقدر تخصص الموارد تدير المشروع من خلاله نفس الفكرة اللي بيعملها برنامج البراموفيرا فيه برامج متخصف الطرق وشبكات الراي والصرف خلينا نقول مثلا ان برامج الطرق سفر سري دي من اشهر برامج الطرق وهو من برامج البيم بس الواجهة بتاعته شبه الاوتوكات بالزبط فيه برامج فيه برامج الانفرا ووركوس ده برضه من البرامج الكواسة جدا في موضوع المدن فيه برامج كتيرة بس ده يمكن هم مدن اللي انا احتكد بيهم فيه برامج الووتركاد ده برامج متخصص في الراي وشبكات المياه يعني ووتركاد تمام اي حد بشغل في الهندسة الصحية سواء مهندس مدري او ممكن يكون ميكانيكا تخصص في المياه وكده بيشتغل ببرنامج الووتركاد فيه السور كاد من اسمه برضه شبكات صرف متخصص في شبكات صرف تحت المودن يعني مش بالكلام في بيت لا في مدينة كاملة تمام فيه الاستورمكاد ده المتخصص في شبكات الصرف الصحي والمياه طيب لو احنا بقى عايزين نشوف مثلا حاجات بتاعت الحصر هنلاقي عندنا في برامج كتيرة يمكن انا لان اشغلت بيه وده برامج بيعمل حصر كواس جدا وفي بس قفل تقريبا 2013 وراح لبرنامج النافس ووركس يعني الجزء الخاص بالحصر بقى موجود جواه برنامج النافس ووركس لا هدف لان النافس ووركس كده كده بتجمع فيه من المعماري والإنشاة والكهروميكانيكال فقالك خلاص بما ان كلهم الجمعين بنيعمل حصر هناك وهتلاقي نفس الوجهة هتروح لنفس ووركس هتلاقي نفس الوجهة وسهل الاستخدام وتقدر تحصر اي حاجة على البيدي اف اي حاجة على الريفت اي حاجة على اي برنامج لان هو نفس ووركس مفتوح على كل البرامج فنفس ووركس كان بيعمل 4D وهي موضوع الإضافة بعد الزمن وهي تقدير التكلفة وتقدير التكلفة ده مهم جدا قبل ما ادخل المشروع عايز اعرف التكلفة هتكلفنا قد ايه فببدأ اعمل اللاموديل وابدأ اشوف التكلفة اهتباه قد ايه عشان اعرف ادخل المناقصة وبقضام ان انا بش هخسر ولا هفرض رقم عالي فهخسر المناقصة فنفس ووركس في الجزء ده كواس جدا وهتلاقي على القناة بيم ارابي اشرح اغلب البرامج او بعض البرامج اللي احنا كلامنا فيها زي الانفرا ووركس زي زي الريفت يعني هتلاقي فيها برامج كويس ان شاء الله في برنامج برضو للحصر البلان سوفت ده برنامج خاص برضو بالحصر وبرامج السهلة واللزيزة اه تمام دي اهم البرامج واتمنى يعني تفيدكو واتمنى انها تكون سهلة الاستخدام وبالتوفيق ان شاء الله